اشتركوا في القناة من الأرقام الاقتصادية طوال تدولات اليوم البداية خلال فرد التدولات الأسوية كان لدينا من قبل البنك الاحتياطي النيوزيلندي والذي هو تقرير الاستقرار المالي والذي ذكر من جديد أن البنك المركزي يرى أن هناك مخاطر قد انخفضت في قطاع الإسكان لكن أيضا من جديد لازالت هناك مخاطر تحيط بقطاع الدياري أو المنتجات الألبان هذا الشيء الذي أدى مرة أخرى أيضا إلى نوع من التحركات في الأسواق من جديد شاهدنا بالنهاية الحديث من قبل البنك المركزي النيوزيلندي مرة أخرى بأنه سعر صرف الدولار النيوزيلندي لا زال غير مبرر ولا يمكن الاستمرار في هذه المسلوحات على رغم من ذلك شاهدنا ارتفاع في دولار الأسترالي أمام جميع العملات العالمية والذي يرتفع بشكل أكبر كان أمام الدولار الكندي والدولار أيضا من جديد الدولار الأسترالي شاهدنا هذه الارتفاعة خلال تدولات الجلسة وأيضا الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأمريكي عدل الارتفاع ليصل إلى حوالي 78-30 تقريبا أما في أستراليا شاهدنا الوست باك Consumer Sentiment أو اللي هو مؤشر ثقة المستهلكين يرتفع بأكثر من التوقعات اللي يرتفع بواقع 1.9 في خلال شهر نوفمبر بالمقارن مع ارتفاع بواقع 0.9 فقط في أكتوبر وهو أكبر ارتفاع شهري منذ حوالي يونيو الماضي. أما خلال فرطة دولات الأوروبية اليوم لدينا مجموعة من الأرقام اتصادية المهمة من المبلدك المتحدة وأيضا الاتحاد الأوروبي والتي في الغالب ما سيكون لها تأثيرات مهمة على الأسواق. أولا تقرير الوظائف في المملكة المتحدة توقعات تعتبر نوعا ما إيجابية والذي سيتم الإعلان عنه في تمام الساعة التاسعة والنص بتوقيت جرينيتش. التوقعات نوعا ما أولا الأفريج أورنينغز ولهم متوسط الأجور من المتوقع أن يرتفع لشهر الثالث على التوالي بواقع 19 نقطة المائوية في سبتمبر بالمقارن مع ارتفاع بواقع 17 النقطة المائوية في أغسطس والذي قد يكون أيضا الثالث ارتفاع شهري على التوالي أيضا وأكبر ارتفاع منذ أبريل الماضي. أما الكليمنت كونت والتي هي طلبات الإعانة بسبب البطالة التوقعات تشير لانخفاضها بواقع 24.9 ألاف في أكتوبر بالمقارن مع انخفاض آخر بواقع 18.6 ألاف أيضا في سبتمبر الماضي والذي قد يكون أيضا أدنى مستوى منذ حوالي أو أكبر انخفاض شهري منذ حوالي شهرين. أما أخيرا معدلات البطالة التوقعات تشير لانخفاضها قليلا إلى 5.9 في سبتمبر من أصل 6% في أغسطس والذي قد تكون أيضا أدنى قراءة في ملوثة الأرقام كما التوقعات ستكون أدنى قراءة منذ أكتوبر من العام 2009. أخيرا من الاتحاد الأوروبي أيضا التوقعات تشير لارتفاع الانتاج الصناعي بواقع 16 نقطة المائوية في سبتمبر بعد أن انتخفضت بواقع أو بشكل حاد بواقع 1.8 خلال أيضا الشهر الماضي والذي قد يكون هو أكبر ارتفاع شهري منذ حوالي الشهرين. خلافة التداولات الأمريكية ليس لدينا أي أرقام اقصادية مهمة اليوم لكن في الغالب ما ستعود الأسواق خلال تلك الفترة بالتداول في نطاق ضيق. هذا كل شيء لدينا في هذا التقرير يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب لمزيد من التفاصيل شكرا على المتابعة